فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله فلهذا والله أعلم ذكر صلى الله عليه وسلم الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة جاهلية نعم أن هذا من أشد المحرمات في هاتين الخصلتين وكونه صلى الله عليه وسلم قرن ابتغاء السنة الجاهلية بالإلحاد في الحرم هذا دليل على شناعة إحياء أمور الجاهلية وأنها قرينة الإلحاد في الحرم مع ما في الإلحاد في الحرم من الغلظة وشدة الإثم